تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني موقف تنفيذ وتشغيل منشآت المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة وشدد وزير الإسكان على سرعة إنهاء باقي المنشآت بالمدينة التراثية وتكثيف أعداد العمالة والمعدات والمتابعة الحثيثة لموقف التنفيذ ودفع معدلات العمل موجها رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة بمنح مهلة أسبوع لشركات المقاولات العاملة بالمشروع لإثبات الجدية في التنفيذ وفي حالة عدم الالتذام يتم مسحب الأعمال وإسندها لشركات مقاولات جادة وأشار الوزير إلى أن المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة تقع على مساحة 260 فدانا ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها نحو 70 منشآة موسيقى